ولاة الجمهورية أمام حتمية الإسراع في إحصاء العقار الصناعي والفلاحي والسياحي وتقديم الحصيلة للجهات الوصية بهدف إعادة توجيهه لمستحقه تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع الحكومة الولاة ضروري أن تكون العملية يعني عملية الإحصاء تكون يعني ذا طابع رقمي ما نتقاوش نعتمد على الأوراق ثمانية عشر شهراً هي المهلة التي حددتها السلطات العمومية لتجاوز مشكلة العقار الصناعي مكلفة بذلك الولاة وبالتنسيق مع الوكالات الوطنية لتسيير العقار بهدف التوصل إلى حلول جذرية لمشكل ضل يراوح مكانه منذ سنوات بين هذا وذاك يترقب الشركاء الاقتصاديون ما سيحمله قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة على تعديله بشكل يسمح بجلب استثمارات أجنبية ويدفع بالاستثمار المحلي للأمام كما يجد آليات اقتصادية لمنح العقار الصناعي بعيداً عن البرقراطية التي تعرقل الاستثمار كسب ثقة المستثمرين هي الورقة التي يجب أن تعمل عليها السلطات العمومية لجلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المحلي من خلال إدارة مرنة وقوانين مستقرة ومرافقة ميدانية أليات من شأنها أن تعيد الروح لجسم الاقتصاد الوطنية